نروح لي جانب متعلق بالنادي الاهلي بس قبل ما اروح لفريق الكورة في النادي الاهلي عايز اتكلم على فريق البسقط لان فريق البسقط امبارح فاز في مباراة كانت مهمة جدا على الاتحاد السكندري في اطار مباراة نهائي دور السوبر كان فوز مهم لان اللقاء الاول فريق الاتحاد قدر يكسب الاهلي 71-69 طيب المباراة التانية امبارح النادي الاهلي كسب 83-79 والمباراة برضو في الجزء الاخير كانت يعني لقدر له ممكن تتعقرب شوية ويمكن انا ملاحظ ان فريق البسقط في الفترات السابقة كان بيتميز دايما بالكوارتر الثالث والرابع الشوت الثالث والرابع بيتفوق فيه لكن الفترة الحالية اعتقد الامور ما بقيتش بنفس السياق المباراة السابقة اتمنى يكون فيه اهتمام جدا باللحظات الاخيرة في الشوت الرابع عشان نقدر نحسم المباراة دي بدري فريق الاتحاد عنده مشاكل فنية اكيد وكنا متفوقين عليه في فترات سابقة لكن واضح ان هو بيركز او مركز جدا في البطولة دي دلوقتي في البستو اوفايف النتيجة واحد واحد عندك مباراة تانية اكيد محتاج تكسب عشان تتفوق على فريق الاتحاد ولو كسبت المباراة اللي جاي هتبقى اتنين واحد ساعتها هتبقى على اعتاب الفوز بالبطولة في حال الفوز في اللقاء اللي يليه على طول فنتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي في بطولة الباسكت اللي تتلايب على صالة استاد القاهرة الدولي وهتمنى يكون فيه حضور جماهيري اكتر من اللي حصل في المباراة الاولى والتانية من جماهير النادي الاهلي عموما الكابتن احمد الجرحي مدرب فريق الباسكت في النادي الاهلي كان ليه تصرحات وتكلم على احداث اللقاء والفوز الهام على فريق الاتحاد السكندري نطلع نسمع ونشوف الكابتن احمد الجرحي الايه بعد اللقاء حابب بس اقول حاجة يعني في عشر ثواني قبل ما نبدأ الكلام عن الماتش شفت فيديو كتير ناس بعد تقولي كتير كابتن احمد عمر بيقول فرقة الاهلي فرقة يعني الماتش سهلة او الفرقة او اش عارف ايه انا عرف كابتن احمد عمر على المستوى الشخصي كابتن احمد عمر يعني كمة في الاخلاق المستلحات دي بتبقى بيننا وبين اللعيبة ان انت بتقوله هو هو يعني اللي يعني ان احنا بدقين وحش هما فرقته اللي دخلتنا في الجيم فمش عايز حد ياخدها بمحمل وحش لان هو فعلا راجل على قدر كبير جدا من الاخلاق طبعا يعني الله يبارك فيكي اكيد نهاردة بدأنا بداية مميزة الفريق كله دايما احنا بنقول ان في اي سيريوس كده من بيستو ثري او فايف دايما بيبقى الخسران بيحضر احسن للجيم بيبقى عايز يرجع للسيريوس ان يتعادل فلعيبة نزلت مركزة التزمت بالتعليمات كان فيه انكار للزات النهاردة كنا بنلعب للفرقة كنا بندفع احسن الحمد لله لكن برضو مش هقول طراخي يعني طبيعي جدا فيه لعيبة لعبت داي كتير كان لازم النهاردة الروتيشان يبقى أوليل لان محتاجين مكسب النهاردة قوي في لعيبة لعبت حاجة و 30 ديئة حوالي 3 او 4 لعيبة فطبعا كان فيه جهاد وهم لعبوا بعدد اكبر رجعوا في نص الماتش ورجعنا عليهم تاني رجعوا في اخر الماتش بس الحمد لله ان الفرق اللي عملناه في بداية المباراة دانة اريحية ان احنا نقدر نفنش الماتش واحد واحد يعني ولا اكتر ولا اقل مباراة الاتحاد دايما بيكون لها طابع خاص وحنا شوفنا حتى ايا كان لو فيه خمسة من جمهور الاهلي وخمسة من جمهور الاتحاد هنحس ان هما مليون واحد فدارت بالاهلي والاتحاد دايما في الباسكت بيكون صعب الحقيقة وده مش عيب ان احنا نقوله صعب الاتحاد اكيد فرقة كبيرة ومحترمة وخصوصا طبعا في الباسكت المباراة في الاخر بقى كات هتهرب مننا ولا لا يعني الحمد لله عندنا خبرات تقدر تفنش الجيم بس برضو مش معنى كده ان احنا يعني يبقى فيه تراخي او ان احنا اكيد الماتش الجاي يبقى اعنف من الماتش ده من الفرقتين لان الماتش الجاي ماتش محوري يعني اللي بيكسب الماتش الجاي بيبقى عنده فرستين في الخمس جيمات فهيبقى ماتش عنيف طبعا هيبقى طف اكتر واجريسف اكتر والديفنس هيبقى اقوى وهيبقى فيه معدلات جارية اعلى فيعني ربنا يكرم ان شاء الله وزاي ما بتقولي فريق اتحاد فريق كبير جدا يعني اهلي او اتحاد دايما انتي بتشوفي اخر مرشاط كورة كورتين اللي بيحسموا المباراة فرقتين كبار انا دايما بقول الكلمة من السانتين اللي فاتوا حتى وحنا البطل الدوري والكاس اه ان الاهلي والاتحاد كورة بتكسب هنا وكورة بتخسر هنا الفريقتين بالنسبة لي ابطول دايما في اخر كزا سنة هم دايما اللي بلعبوا كل الفاينالات مستر اوكستيبوش اكيد دلوقتي بقى في المحاضرة الفنية كان ليه كلام مختلف خالص يعني زي ما قلتلك ان احنا ان الماتش الجاي حيبقى اقوى ان احنا لازم نلعب بالروح دي لازم نلعب بالكتال ده لازم نلعب بانكار الزات اللي احنا كنا فيه النهاردة اه لازم نلعب خبراتنا في الاوقات الاخيرة دي احسن شوية من النهاردة اه مفيش بقى هنبدأ تحضير الماتش ان شاء الله من بكرة بإذن الله طيب كلمة اخيرة بقى الجمهور الاهلي احنا يمكن طبعا شوفنا دعم كبير جدا هنا في صالة استاد القاهرة ودايما يعني ده مش شيء مش جديد اكيد على جماهير النادي الاه والله يا جمهور النادي الاهلي ده على راسنا وجمهور عظيم وحنا بنلعب عشانه اعتقد ان هم لو مسمحلهم يملوا الصالة دي كلها يملوها عارفين الظروف طبعا اللي هم بيعانوها نفسي بس ان هم يتهيق لهم الاجواء ان هم يخشوا بادواتهم بطريقة كويسة بمعاملة كويسة وجمهور الاهلي يعني اعظم جمهور في قرية افريقيا وفي الشرق الاوسط كله طبعا بشكرك جدا يا كابتن احمد وبنتمال لك التوفيق ربنا خليك شكرا مرسي جدا تصريحات مهمة جدا للكابتن احمد الجرحي مدرب فريق البسكت لفريق النادي الاهلي بعد الفوس بالامس على الاتحاد السكندري